محمد صلاح لسه محمد صلاح هو المادة الخام للبهجة والفخر عند المصريين مبارح محمد صلاح كان نجم ماتش ليفر بول وولفر هامتن طبعا كان البطل لسه فريقه متأخر شوية ومهزوم بهدف بس محمد صلاح قدر يعمل ثلاث تمريرات حاسمة استعدت ليفر بول انه يعمل ريمونتادة ويكسب الماتش في النهاية بسلاسية مقابل هدف دخل الألماني يورجن كلاب المدير الفني الليفر بول يوصف تأثير محمد صلاح بانه لا يصدق وانه لعب اللحظات الحاسمة في الفريق وده طبعا مش جديد على صلاح المقصر كل الارقام القياسية معنا دي وفي الدوري الانجليزي طبعا صلاح بأداءه الكبير مبارح تم اختياره رجل المباراة وصد كده ليفر بول عمل لقطة لطيفة جدا في منشور ليه بيعلن عن جائزة رجل المباراة وهي انه حذف اسم الشركة الرعية للنادي من صور الجائزة وهي شركة مشروبات كحولية احتراما لرغبة محمد صلاح ولمعتقدات وده موضوع مش سهل على فكرة مش هين انك انت تكون تعيش في اوروبا ويحصل معك كده لكن هو بيبين قد ايه الناس دي بتوع ليفر بول بيحترموا محمد صلاح وبيقدروه واعتقد ده جزء كبير من قرار النادي وقرار صلاح نفسه انه يستمر مع الفريق رغم كل الاغراءات ومايروحش الدولي السعودي في موسم الانتقالات الصيفية اللي فاتت الحقيقة يعني كان قرار مهم جدا كان قرار حاسم يروح مايروحش عادنا يعني فترة طويلة عبال ما شفنا قراره الاخير ويبين القرار ده بتاع ليفر بول انهم يشيلوا الشركة الرعية بتاعت المشروبات الكحولية مدى تأثير محمد صلاح في نادي وفي يعني مش بس في نادي يعني في الدورة الانجليزي كله طيب